هل حقاً ترغبوا في الربح من الانترنت؟ هل تريدوا أن تكسب المال من الانترنت بدون أن تكون لك أي خبرة أو أي شهادة؟ لهذا جئتكم بموقع يمكنك أن تكسب منه 550 دولار في الأسبوع نعم في الأسبوع وليس في الشهر وقد تكون أكثر من 550 دولار طبعاً حسب مجهودك الخاص إذا الرابط الموقع بالإضافة إلى الروابط الأخرى التي سأستعمل في هذا الفيديو ستجدونها أسفل الفيديو مع شرح دقيق ومفصل ربما أكثر مما سيأتي في هذا الفيديو والآن دعونا ننتقل إلى الشرح إذن كما تلاحظون معي فهذا هو الموقع الذي يمكننا أن نكسب منه 550 دولار في الأسبوع وهذا الموقع متخصص في تعليم أو تدريس اللغة العربية للأجانب ليس اللغة العربية تحدثنا إنما باقي اللغات العالم تقريباً هناك 188 لغة على هذا الموقع وليس فقط تدريس اللغات وإنما يمكنك أن تعلم الأجانب مجموعة من الأشياء كمثلاً الهوايات كحرفة مؤينة موسيقى تعليم أبجديات الأولى للغة العربية أو باقي اللغات الأخرى إذن فلا تخف فهذا الموقع لن يطلبه منك ولا شهادة ولا خبرة ولا أي شيء هناك الملايين من الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع إذن مثلاً سنرى كم من عدد إذن هناك 9 ملايين شخص يزورون هذا الموقع إذن فهو رقم كبير وكبير جداً كما تلاحظون معي هنا إذن فهذا الموقع بكل بساطة كما قلت لكم ويمكنك أن تكسب منه وأن تربح منه المال من خلال تعليم اللغات والهوايات وغير ذلك لاحظوا معي هنا اللغات الأكثر طلباً في العالم طبعاً اللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية واللغة الألمانية واللغة الروسية واللغة اليابانية ومن ضمن هذه اللغات اللغة العربية كما تلاحظون معي إذن سأضغط هنا على اللغة العربية وسأجد هنا يعني العدد كبير من المدرسين كمثلاً هذه المدرسة التي تدرس ثلاث طلاب حالياً أي هناك ثلاث طلاب نشطين حالياً وهذه أيضاً 14 طالباً وهذه 11 طالباً أكتيف شغال أو متابع أو أنها يدرس عند هذه المدرسة وأيضاً هناك هذا الشخص له 21 طالباً وهذا الشخص له 75 طالب يدرسه طبعاً لنقمة بعمل حسابية بسيطة طبعاً ومحمد يدرس 75 تلميذاً مقابل 12 دولاراً للساعة مثلاً سنقوم بعمل حسابية هناك 75 طالب مضروبة في 12 دولاراً إذا لاحظوا معي هناك 900 دولار يكسب هذا الشخص لساعة الواحدة بمعدل 75 طالب تصوروا معي مثلاً إذا قام بتدريس ساعتان في الأسبوع طبعاً فهو ببلغ كبير وكبير جداً كما تلاحظون معي إلى هناك عدد كبير من المدرسين على هذا الموقع الرائع وهذه 61 طالب وغير ذلك هنا فيديو خاص بها وهنا تحدد الأوقات وتحدد الساعات التي تدرس فيها طبعاً هذه الأشياء كلها إن شاء الله سنراها بالتفصيل الدقيق إذا سأعود إلى الموقع بهذه الطريقة ثم سأختار طبعاً اللغة هنا سأختار اللغة وهي اللغة العربية حتى يفهم الجامع سأختار اللغة العربية بهذه الطريقة ثم إذا كيف يمكننا التسجيل في هذا الموقع؟ التسجيل بكل بساطة ما علينا إلا النزول هنا إلى الأسفل ثم سنضغط على أصبح مدرس بهذه الطريقة إذا هنا سأدخل البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور ولكن قبل ذلك دعوني أريكم بعض الأشياء أسئلة إن شائعة إذا لاحظوا معي مثلاً سأضغط على كم يمكنني أن أكسب من هذا الموقع إذا لاحظوا معي يعتمد الرقم على سعر الساعة الدراسية عدد الدروس التي تقدمها وعدد الطلاب الذين يسجلون معك بعد الدرس أغلبية المدرسين المعروفين يكسبوا حتى 550 دولار في الأسبوع مع التجريبي نصيحة للمدرسين الجدد تقديم سعر منخفض في البداية يساعدك على الحصول على بعض الطلاب إذا فمثلاً أنت كمبتدئ فلا يمكنك طبعاً أن تضع مثلاً أن تحدد مبلغ كبير يمكنك أن تحدد مبلغاً قليلاً مثلاً كخمسة دولار أو ستة دولار للساعة الواحدة طبعاً هنا سأدخل البريد الإلكتروني أنا سأتسجل عن طريق جوجل باذي الطريقة هنا سأختار جيميل الذي سأتسجل به في هذا الموقع مثلاً سأختار أنا جيميل الخاص به إذا سينقلني لملء مجموعة من الأشياء هنا الإسم الأول ثم الإسم العائلي ثم البريد الإلكتروني هنا ثم هنا ستختار البلدة مثلاً أنا أقطن بمثلاً الجزائر أو المغرب أو شيء من هذا القبيل أو مصر مثلاً سأختار مصر بعض الطريقة ثم سأختار المستوى إتقاني للغة العربية أو باقي اللغات الأخرى مثلاً متحدث مثلاً لغة الأم بهذه الطريقة ثم اللغة العربية ثم سأختار هنا الموضوع المدرس طبعاً سأختار كوني سأدرس اللغة العربية بهذه الطريقة ثم هنا سأختار سعر مثلاً سأختار خمسة دولار هنا الوصف خبرتك بالتدريس لدي تعليم رسمي في مجال تدريس لقد قمت التعليم في إطار غير رسمي لا شيئاً مما سبق مثلاً لقد قمت التعليم في إطار غير رسمي بهذه الطريقة ثم سأختار هنا أوصف وضعك الحالي لدي وظيفة أخرى تتعلق بتدريس لدي وظيفة أخرى غير متعلقة بتدريس أنا طالب لدي التزامات أخرى لا يوجد لدي التزامات أخرى سأختار الذي يناسبك أنت مثلاً أنا طالب ثم هنا سأدخل لا بد من الرقم الهاتف ثم هنا سأؤكد أنني فوق سن 18 سنة ثم سأضغط على التالي وسينقلني هنا أيضاً إلى الاختيار الصورة طروري من الاختيار الصورة ثم لا بد من تحديد الوصف وأيضاً يجب عليك أن تسجيل فيديو لا يتجاوز دقيقة طبعاً تعرف نفسك إذا مثلاً كنت تتقن اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة مثلاً اللغة الإنجليزية أو اللغة بين اللغة الأخرى التي تساعدك على التدريس وهنا التوفر ستختار اليوم الذي ستدرس فيه مثلاً سأدرس يوم الأربعة والخميس والسبت مثلاً ومثلاً سأكون من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءاً من هذه الأيام إذا عند إكمالك لعمل التسجيل طبعاً ستنتظر مدة خمسة أيام ليراجع الفريق طلب التسجيل إذا كما تلاحظون معي ستشاهد نصائح وأمثلة بكل خطوة من مرحلة التسجيل لمساعدتك على إنشاء ملفكة كمدرس عند إكمال التسجيل سيراجع فريقنا ملفكة خلال خمسة أيام عمل إذا ستنتظر مدة خمسة أيام ثم بعد ذلك سيرسل لك الموقع بقبولك ثم بعد ذلك يمكنك الشروع في تقديم الدروس طبعاً بكل صدق يعتبر هذا الموقع من أفضل المواقع التي يمكنك أن تربح منها وأنت في المنزل طبعاً بدون أي مجهود إذا فيمكنك أن تحقق أزيد من خمسمية وخمسين دولار في الأسبوع الواحد وأنتم لاحظتم معي كيف أن شخص محمد يكسب أزيد من ستعمية دولار من خلال تدريسه للغة العربية إذا أتمنى أن يكون الفيديو وأتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم فإن كان لكم أي تساؤل فلا تترددوا بتركه أسفل الفيديو وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله